اهلا بكم من جديد الى برنامج عين على الامارات رغم ضخامة حجم القروض الشخصية في الامارات والتي وصلت بحسب البنك المركزي الى 276 مليار درهم فهي لا تشكل سوى 10% تقريبا من اجمالي محفظة القروض للبنوك الاماراتية واوضح رئيس مجموعة ادارة المخاطر لدى بنك دبي التجاري جمال صالح بان هذه النسبة تعتبر صحية بالنسبة للاقتصاد الاماراتي مشيرا الى ان نمو القروض الاستهلاكية يصاحبه ارتفاع في اجمالي القروض الشخصية التي تستحوذ على نسبة تراوح ما بين 20 و 25% اعتقد اخر القام كانت ان القروض الفردية التي ليست كلها استهلاكية القروض الفردية اعتقد 275 مليار درهم من مجموع يعادل واحد ونصف تريليون درهم لمحافظة البنوك كلها او تريليون ومائتين مليار قروض وتسهيلات يعني تقريبا من 20 الى 25% من المحفظة الاجمالية وعادة يكون ثلث هذا الرقم استهلاكي يعني اقل من 100 مليار درهم احتمال 90 مليار او ما يعادل ذلك لم ارى نمو مضطرد عادة ما تكون مجموعة كافة القروض الفردية للافراد بين ال 20 وال 25% من المجموع تعتمد على النمو في البلد احيانا تصل الى 22 تنزل الى 20 تطلع الى 24 وهكذا ولكن دائما بين 20 و 25% ما هي اهم اشكال الاعتمال المصرفي للأفراد في الامارات اعتمال للأفراد هناك اول شيء شقين اساسيين حسب احصائيات البنك المركزي هناك ما يسمى اعتمال للاستثمارات ويسمى بالانجليزي بيزنس انرسمنت وهذا هو معظم الاعتمال وهناك الاستهلاكي الاستهلاكي للأفراد يعني على شكل قروض شخصية او بطاقات اعتمال او حد اعتمال ما يسمى بالاوردرافت يعني لك يكون لديك حد اعتمال لغاية 10 او 20 في درهم نفترض ويمكنك ان تستعمل حينما تريد فللافراد اعتقد هذه فقط هذه الثلاثة انواع سيد جمال ما نسبة استحواذ القروض الاستهلاكية من اجمال القروض في الامارات وكيف تقرأ هذه الارقام تبعا للارقام التي ذكرناها الاستهلاكية هي اقل من 10% من الاجمال الكل مقارنة بالدول التي نقارن انفسنا فيها دائما هذا رقم متدني جدا يعني انا لا اقول باننا يجب علينا ان نقترد بسرعة ولكن اقول انها لا تسبب لا انظر لها كمشكلة وبحكم انها مطلوبة يعني لا يمكن الاقتصاد ان يتحرك بدون ان يكون هناك اقراض واقتراض شخصي فردي اذا لأحفز الاقتصاد اريد ان اقترد فرديا ولكن بدون ان ابالغ فيها فافضل الارقام هي هذه الارقام ان يكون المعدل 10% 15% ليس 90% كما هي في امريكا وليس صفر كما هي في الدول التي لم تتحرك على الاطلاق نعم سيد جمال ما هي اهم اسباب نمو القروض الاستهلاكية في الامارات وما تأثيرها على المؤشرات الاقتصادية يعني عادة ما نرى الافراد يقترضون اما اذا كانوا يريدون شراء شيء لا يمكن تمويله عن طريق شراء سيارة ولكن لا يوافق عليه كقرد لسيارة فترى ان الشخص يأخذ قرد شخصي لشراء سيارة او اخذ قرد شخصي لاستثمار معين بعض الاشخاص يأخذون قروض شخصية لاستثمارها في الاسهم مثلا الافضل من ذلك هي القروض الشخصية التي لها طابع ايجابي سواء استهلاكية او استحواذية استحواذية يعني لاشتري شيء لاشتري شيء لاصلاح المكان لاصلاح البيت لشراء شيء اعتقد انه في المستقبل سيعطيني عائد مرتفع او استهلاكي ولكن لسبب ايجابي مثلا رسوم معالجة رسوم تعليم ستعود علي مستقبلا بمنفع اكبر وليست استهلاكية لاجازة او لاحتفال او شيء زي هيك بعض الاحيان يحصل الفرد على القرض الاستهلاكي بضغط غير مباشر من البنوك ما هو الدور المطلوب من البنوك والبنك المركزي فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية يعني حصل بعض النقاط في السابق والبنك المركزي في الامارات كان واضح جدا في هذه النقطة واصدر قرارات بانه لا يجوز لاي بنك بان يستمر بعروضاته للشخص اذا ما طلب الشخص من البنك ان يتوقف عن ذلك يعني انا شخصيا بجيني كل يوم مكالمة من بنك معين يعرض علي قرض في اللحظة التي اقول شكرا شكرا ولكن لا اريد هذه الخدمة وارجو ان لا تتصل بي بعد اليوم لهذا السبب يجب على البنك ان يتوقف عن الاتصال وان يتوقف عن عرض هذه الخدمة لهذا الشخص وان لا يعرض نفسه للمسائلة والمحاسبة من البنك المركزي البنك المركزي كان واضح جدا وعلى حد علمي التزمت البنوك بهذه الأشياء ولكن مثلها مثل ايس العثانية يساهم قطاع السياحة بنحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي حيث تعتمد الإمارة على الفعاليات والنشاطات الموسمية لتعزيز هذا القطاع ومع انتهاء موسم الصيف ومعه مفاجآت صيف دبي بدأت الاستعدادات لموسم سياحة الأعمال والمؤتمرات والذي يدشنه سنويا معرض جايتكس بعد فترة امتدت لثلاثة أشهر تخلى لها أكثر من 150 فعالية ضمن فعاليات صيف دبي هذا العام تستعد الإمارة في الفترة الحالية وبكامل قواها لاستقبال موسم سياحة الأعمال والمؤتمرات لما له من أهمية وتأثير واضح على قطاع السياحة بشكل عام خصوصا فيما يتعلق بقطاع الفنادق حيث تشير الأرقام بمساهمة هذا الموسم بما نسبته 40% من إجمال الإشغال الفندقي وتتوقع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن تشهد سياحة الأعمال والحوافز والمؤتمرات نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة مع فوز دبي باستضافة 10 مؤتمرات دولية كبرى أبرزها معرض ومؤتمر سايبوس للقطاع المالي والمتوقع أن يستقطب نحو 10 ألاف مشارك فضلا عن معارض ومؤتمرات أخرى عدة تغطي القطاعات الطبية والتقنية والصناعية والرياضية ويؤكد العاملين في قطاع الفنادق بأن النشاط الاقتصادي والمعارض التي تقام في دبي بشكل خاص والدولة بشكل عام وصلت إلى مراحل متقدمة وتلاقي إقبالا متزايدا من قبل كبرى الشركات العالمية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الطلب على الغرف الفندقية متوقعين أن ترتفع نسب الإشغال خلال موسم الأعمال هذا العام بنسبة 20% لتصل إلى 100% في فترة المعارض الدولية الكبيرة وترتكز استراتيجية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي على جعل دبي وجهة عالمية ومكانا مفضلا للأعمال والمحافظة على مكانة دبي كعاصمة للمعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا امتدت فعاليات صيف دبي هذا العام فترة ثلاثة أشهر لتكون الأطول نسبيا مقارنة مع السنوات السابقة حيث تم تنظيم نحو 150 نشاطا مختلفا ولاحظ مدير إدارة الشراكة الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة سعيد لفلاسي أن هذه الأنشطة لقيت إقبالا من السياح والمقيمين ما نعكس بحسب الفلاسي على قطاع التجزئة الذي حقق نموا نسبته 20% هذا الصيف طبعا خلال هذه فترة الصيف أطلقت دائرة السياحة والترويج التجاري بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وهي تعتبر إحدى المؤسسات تحت لواء الدائرة أطلقنا حملة جميلة وكبيرة هذه السنة التي هي عبارة عن حملة الصيف حتما دبي وتضمنت الحملة هذه عدة مهرجانات ومفاجآت من ضمنها مفاجآت صيف دبي ورمضان بدبي والعيد بدبي له العيد الفطر وكذلك الفترة التي هي ما بعد العيد وهذه جميعا تنظم من خلال مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذه المهرجانات تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة سواء كانت ترفيهية وثقافية وكذلك تراثية في نفس الوقت وهذه الفعاليات كلها حتى إذا بنعدها عداثة كبيرة جدا وانطبغت تحت المهرجانات هذه والإقبال الحمد لله دائما في تزايد والإقبال متزايد من داخل الإمارة ومن خارج الإمارة من أنحاء الإمارات العربية المتحدة كذلك من المناطق الخليجية مع عدد فعاليات صيف 2013 ونسب النمو مقارنة مع السنوات السابقة طبعا هناك العديد من الأنشطة والفعاليات وصعب بالنسبة لأننا نقارن مقارنة مع السنة التي طافت لأن هذه السنة الحملة كانت طويلة لمدة ثلاثة شهور وهذه أول مرة تقوم بها المؤسسة بالحملة كبيرة من هذا المجال ولكن هناك الفعاليات بالعشرات وتصل إلى 150 فعالية مختلفة من ناحية التأثير والحجم في نفس الوقت نعم سيد سعيد كيف كان الإقبال على فعاليات صيف دبي هذا العام مقارنة مع السنوات السابقة والإقبال عادة ما يكون من السياح الداخليين أم الخارجيين طبعا من خلال الفعاليات والأنشطة التي نقوم فيها ومن خلال الجوائز التي تقدم من خلال المؤسسة في فترة الصيف هي جوائز قيمة وعديدة من ضمنها طبعا خلال فترة حملة الصيف حتما دبي قدمنا جوائز عديدة من ضمنها ثمان سيارات BMW بالإضافة إلى مليون درهم قسائم مجانية ومليون درهم بما يعادل مجوهرات من ألماس وذهب وكذلك في الفترة التي هي من بعد فترة العيد نقدم جائزة كبيرة نحن في دبي مصممين أن نعمل شخص مليونير فنقدم جائزة إن شاء الله خلال هذه الفترة قائمة جائزة نقدية بما تعادل مليون درهم لأحد الفائزين في هذه الفترة طبعا ردود الفعل من شركائنا ومن القطاعين اللي هم السياحي بالإضافة إلى قطاع التجزية اللي هي المراكز التسوق والفنادق هي إيجابية بشكل كبير حاليا نحن معظم ردود الفعل كانت إيجابية وكانت في زيادة من المبيعات خصوصا في التجزية بما يعادل من بين 15 إلى 20% طبعا هذه الأرقام هي أرقام تقديرية إلى فترة انتهاء المهرجان وسنعلن عنها إن شاء الله رسميا ومعظم السياح اللي بيجوا على الإمارات أو على إمارة دبي اللي سمتع بهذه الأنشطة من داخل الإمارة ومن خارج الإمارة الإمارات الأخرى في الإمارات وكذلك من المناطق الخليجية وخصوصا من المملكة العربية السعودية فإذا نقدر نصنف فنقدر نقول تقريبا 70% من داخل الإمارة و30% من المناطق المجاورة هل هناك أرقام متعلقة بحجم الاستثمار في الفعاليات وعدد الجهة المشاركة فيها؟ أكيد طبعا نحن عندنا شركائنا استراتيجيين على مدى العام وهذه الشركاء يبدلون أقصى جزيتهم بالتعاون معنا على أساس أن نقدم أفضل المهرجانات والفعاليات خلال فترة الصيف طبعا من بعض الشركاء الاستراتيجيين بالنسبة لمؤسسة دبي للمهرجانات وتزي طيران الإمارات دبي مول بالإضافة إلى إينك وإبكو كذلك شركة العربية للسيارات وفيزا وماستر كارد والعديد وغيرهم من طبعا نحن شاكرين الجهود جميعا معنا خلال هذه الفترة والاستثمارات من القطاع الخاص أو التعاون مع القطاع الخاص بشكل عام حوالي 70% من من القطاع الخاص و30% يعتبر دعم حكومي سيد سعيد ما هي أهمة تحديات التي تواجهوها وهل بالفعل استطاعت دبي منافسة دول المنطقة السياحيا خصوصا في فصل الصيف طبعا نحن ندرك أهمية الصيف ونحن عادة نبذل جهود مضاعفة في فترة الصيف عن فترة الشتاء نظرا للصعوبة المناخية في الجو ولكن حكومة دبي أدركت هذا الشيء من سنة 1998 لما أطلقنا مفاجآة صيف دبي فدبي دائما رائدة في صنع المهرجانات والفعاليات لدعم السياحة بشكل عام وخصوصا في فترة الصيف وممكن من أبرز الأمور التي تساعد إمارة دبي هي وجود البنية التحتية في الإمارة فعندنا الحل المواصلات وعندنا الفنادق التي تلبي دائما جميع الاحتياجات ودائما الزوار وجميع هذه الأماكن مغطة ومكيفة ومعظم الفعاليات التي نقيمها في مراكز التساوى ويساعد على حضور الناس ومشاركتكم أجواء الفرحة معنا انتهت فقرات عين على الإمارة إلى اللقاء في الأسبوع القادم اشتركوا في القناة